اشتركوا في القناة 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 ده دبس الفلفل فلفل مشوي او فلفل مجفف ويتضرب او يتاخد زي ما هو ويتقطع ويتضرب في الكابة وتحطف برضا ما انا بحط عليه شوية زيت زتون ده بيفرق جدا جدا في كل التدبيلات بقى يعني لكل اللي بيحب الفراخ مشوية لللحمة المشوية وجود الفلفل ده بيدي تفصيلة حلوة نور احمد تسألك امتى يا شيف محمودة تعمل الظلمة العراقية بص احنا عملناها قبل كده بس وعدك كده اجيبت كم حتة ريشة حلوة كده ضلعة ونجيب بقى ايه سلقة اخدر لقيت مكان بيبيع سلقة اخدر جميد جدا وانا عارف ان الظلمة العراقية من ضمن الحاجات الحلوة اللي بتتحش فيها السلق والبتنجان والكوسة وكان فيه ليه اصدقاء عراقين بيستخدموا اللفت كمان في الحشو هنعمل ظلمة عراقية جمدة جدا قريب ونسيمة من الجزائر بتقولك مستنين للكشر يا شيف محمود وحنا كمان نحبك ناسيمة من الجزائر او سلني مع كل اهل الجزائر طبعا وان شاء الله قريبا جدا نعمل كشري حلوة كويس كشري بالعدس بقى بتاع القاهرة ولا بتاع اسكندرية هنعمل قاهرة وسكندرية سويس اه الله ماشي عشان هو كشري اسكندراني فالسلوسة بيزعلوا مني يقولوا كشري سويسي فهو كشري سويسي اسكندراني نعمل لنا كل التشكيلات هو يوم كشري بقى شفت نعمل يوم كشري ماشي وشطة بقى ودقت بصوا بقى الحلاوان نحط هنا كده بص انا عايز اعمل حركة جميلة نحط هنا كده نقطتين بس من زيت الزتون نقطتين صغيرين وبعدين ندخل بقى ايه على الاسياخ ونبدأ نتبل الاسياخ الجميلة دي واصلا بيقولك بتعلم منكو كتير جدا واجهان بتقولك عايزة اكلات دايت ماشي بص دا دايت يعتبر جيهان انتي لو عملتي دا اللي احنا عاملينه دا وصدور الفراخ مفاش ولا نوع من انواع الدهون وممكن نقلل بقى نسبة زيت الزتون سنة صغيرة ورغم النوجود زيت الزتون صحي وحلو ما تقلقيش انا بس عايز وريكي التدبيلة الجميلة دي وساعتها مش ناكل عيش وممكن تكلي بطاطسايا لو بتقللي والهلنا تاني نسبة الكربوهيدرات بتاعتك وطبعا يعني دا بيتتبل كويس جدا واتمنى ان احنا ننغنغها كده في التدبيلة ونسيبها وقتا قد ايه نسيبها بقى ساعة ساعتين كده تشرب من التدبيلة الحلوية قبل ما تدخل الفرن قبل ما تدخل الفرن عندك حل من ثلاثة لو عندك جريلة كبيرة ممكن تشوي عليها دا وممكن تدخليها الفرن زي ما هي وممكن كمان لو فيه شوية فحن ما تيجي نشوف التفصيلة الحلوة دي بس بقى الحلوة يا سلام يا سلام على الالوان الحلوة والريحة بس على الحلوة وهنا بقى شوية من الصوص بتاعها اللي نزل منها بس الالوان الالوان تجنن وده التوقيت بقى اللي حم ناخد كل العصارة المية والتشتشة واللسوعة اللي في الصينية ووسيخي الفراغ طولع شكله يجنن انا هاخد بقى الصينية الحلوة دي نادر نادر نادروف بيحبك جدا يشوف محمود وبيحب الفقرة بتاعتك تحياتي انا كمان بحبك يا نادر جدا وتحياتي ليك ولكل الحبايب اللي بيتابعونا على صفحتنا صفحت ستات ما عرفيش اجدبه فقرة المنبخ عندك تحية نادية ابراهيم بتقولك تحية مساء العسل والوردة على احلى ستات وشيف محمود الرائع احنا من الاردن وفلسطين وبنحب نبدأ سنة جديدة باكل لونه ابيض يعني منسف او حاجات من هذا القبيل ايوه انا برضو ليه برضو بعض الاصدقاء الجمال في دول الخليج بيحبوا بدأوا السنة الجديدة بتاعتهم بالحاجات اللي فيها حليب وحاجات خضرة كيف نعمل مهلبية؟ بالنعناع كيف مهلبية بالنعناع؟ باي حاجة خضرة يعني عارفة اللي هو ايه يبقى حليب ونعناع وفكرة الابيض سنة جديدة بالابيض بجعل السلام عليهم يا رب ربنا يجعلها يا رب سنة حلوة علينا عايز اواريكم الشكل ده يا رأيكم ادخل في الاكلة التانية واسيب بقى التقديم ده فكمان طب سرمحك نطلع بريك سريع ونسجع بعد قلب من الاكلة ونعمل الصلاة في البتنجان الحالي ان شاء الله ميا ميا ورجعنا تاني مع شيف محمود سعد وفقرة المبخ الستات وخلص الشيش بصراحة تحفى الصدور دي انا دقتها تدبيلة روعة فيش اروعة من كده ولينا بقى الصلاة انا انا هفكركم بسرعة بالوصفة الاسلامي انا افكركم بسرعة بالوصفة وانتو سألتونا كمان على صفحة الستات انا هجاوبكم دروقتي على شوات حاجات حلوة وبحي كل مجموعة اللي بتبعت لنا الرسال الجميلة الفراخ تدبيلناها زيت زتون وطوم وشوات عصير لمون ومعلقة هريسة مع بابريكا وكمون وكسبرة وملح وفلفل وقلبنا كل الخليط الحلو ده وتدبيلنا الفراخ ودخلناها اتشوت وطلقت معانا مكعبات جميلة بالشكل اللي انتم شايفينه محطرين شوها باقدونس وعيش شامي هنقدمها مع بعض مش قادر رابل عريقي من طعمها انكلت حتة في الفاصل تعالوا بقى نقول مقدير البتنجان الاسباني المشوي اللي هو ببغى نوجه اسبانيا بالضبط كده بتنجان مشوي وبابريكا وزيت زتون وقشر اللمونة مبشورة مع عصير اللمونة وبشاتكو زبارة خضرة وفلفل احمر مشوي وطوم وملح وفلفل وطبعا العشي الشامي بقى عشان نغمس حلو الكلام اول حاجة سريعة عايز اوراهلكو شوية الفلفل الاحمر دول انا بحطهم هنا كده وبعدين ابدأ اقطعهم بالسكينة كده الفلفل ده انا دخلته الفرن وبعدين اشرت القشر وشلت البزر كويس ومهمة اوي ان هو ما يتفرمش في الكابة مهمة اوي ان هو يبقى قطع بالسكينة كده وده سر من اسرار الوصفة بتاعت النهار ده ناخد شوية البتنجان شوية الفلفل نحطهم هنا في البولة ونفس الموضوع بعد ما شوينا البتنجان نعمل كده بعد ما شوينا البتنجان برضو ممكن يتشوي في الفرن ممكن يتشوي على البوتاجاز ويتعامل بنفس الطريقة ناخد شوية البتنجان الحلوين دول برضو على البلانشا شكلهم بصراحة وانت بتقطع البتنجان هاسألك جهان فايق بتقول لك مثل الخير يا شيف محمود ويمان ومونة عندي سؤال لشيف محمود باعمل الصدور كده بس بتنشاف مني اعمل ايه ما انا هقولك بقى قطعيها حتة كبيرة واسيبيها في التدبيلة شوية وما تسيبهاش في الفرن وقت طويل بس قطعيها حتة كبيرة مكعبات كبيرة يعني تقعد قديه في الفرن بتقعد في الفرن بالزبط حوالي من سبعتاشر لعشان دقيقة لو درجة الحرارة عالية ونصحت ليكي بعد ما تخرج من الفرن تغطيها بورقة فتحتفظ بالعسارة اللي جوه يلا 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 كلنا عارفين. انا عندي فكرة. انا جالي تهديد. لا يا. قال لي جاوب على طول. مسمعت بس هعمل من السمع ايه. يلا قوليلي. هو بس هو يعني مخرجنا الجميل بس بيديني فرصة للكلام يعني. عايز اقول لك انه موضوع الفراخ ده انا كنت بعاني منه فترة طويلة انها بتنشف. كويس. اما هجربت احط عليها زبادي تزبط قوي. بس ممكن الزبادي يتحرق لو سوتي زيادة برضو. حلو لا حلو حلو. ان الزبادي. الزبادي فعلا بيتر الانسجة. بس خلي بالك من حاجة انه كبر الكطع او صغرها. يعني ما تبقى كبيرة وتبقى صغيرة صغيرة. صغيرة دي بتنشف بسرعة. بتحاولي تخلي الكطع كبيرة شوية. ودي في معلقة زبادي. اه ما ينفع في اللحمة بيسألوك هنا بيقولك في اللحمة برضو يحط زبادي. انا بحطش لحمة في الزبادي. زبادي في اللحمة. يعني بصراحة. السؤال ده نعم. ما بحطش زبادي في تدبيلة اللحمة. بس بحط زبادي في تدبيلة الشاورمة. اللي باللحمة. الشاورمة اللحمة. بتبقى حلوة جدا. انت صح. مع معلقة طحينة. والخل. كل ده بيخل الموضوع والانسجة بتاعت اللحمة تطرر. ماشي? احنا عملنا التدبيلة الحلوة دي. الفلفل تشاوة. مع البتنجان. وتقطع مكعبات بالسكينة. بالشكل الجميل المنور الحلو ده. وبعدين دلوقتي بقى تعالوا بصوا. التدبيلة بقى. بصوا بقى. التدبيلة. هم بقى بيعملوا ايه? شوية ملح. حلو? ايدة كفرتة في الملح يا محمول. لا ما تقلقيش. نسبة وتناسب. في نسبة وتناسب. وشوية بابريكا. ويا سلام بقى لو البابريكا دي تكون مدخنة. خلاص تفرق جدا. ولمسة فلفل صغيرة جدا. وادي فصين طوم حلوين. الله. وعصير لمونة. حلو الكلام. واشر اللمونة. مبشور. اشر اللمونة. اشر اللمونة. مش هيمرر ده? لا لا. ما انت ابتخدي القشرة الخضرة اللي برا يا ايمان. اه. لو وصلتي وانت بتبشري القشرة للجزء الابيض هتحس بمرارة. اه. كويس? هتحس بالمرارة بتاعتي. يعني انا ابشور بس الحتة الاخضر اللي برا. الاخضر اللي برا بس. الابيض اللي شابه السفينج ده لأ. لا. وبعدين شوية زيت زتون. وندي تقليبة حلوة بقى. ونشوف الخليط الجميل ده. انا معي هنا الرسائل لو سمحت عايزة طريقة عمل البسطة. اه. كتير. ومودي بتقول ما اجملكم. ومنورين. وعايزين. ورقوية مصطفى هنداوي بتقولك ترقل. اشرف عايز طريقة سمك المشوي. البرسعي دي. وكان في بقى حد هنا ميرفت بتحبك يا مونة جدا. تحب الدكتورة مونة. تحب ايمان جدا. انا بحبك ومنحيي زهر تصبر من ديبيا كمان. ونونة بتسلم علينا كلنا. نونة فتحي. ويمان عبد الله بتقول يسعد مساكم. بصوا اللون. بصوا اللون البتنجان. هي لون عمال يتغير. واللون بيتغير بقى وبياخد اللون الجميل. بس انت مش فارم البتنجان قوي قوي. ايوة ولا البتنجان. ولا الفلفل. اه مش مهروسة. واللمون وزيت الزتون والطوم والبابريكا. خلوا بالكوا دي ما فيهاش كمون. ما فيهاش كمون. ماشي. هي طوم وزيت زتون. بالضبط كده. ومالي. وطوم. وطوم. وزيت زتون. وبابريكا. وملح. وشوات كوزبارة خضرة. وكلمة السر في قشر اللمونة. اه. اطعتها برضو بشرتها. بشرت قشر اللمونة. اه. مش دي مش هطول عليك يا محمود. مش دي سيد بيقول لك ممكن خبز الرز تزوقته في الهند شيء جميل. خبز الرز من عناية. اه. اعملها. يعني خلينا اقول لك ان بص الحلوة. وفي خبز العدس. وخبز العدس. اه يا ريت. يوم مخبوزات كده جميلة. مرة عمدت خبز الشية. الله. نخب بقى ده. وخبز الموز. وخبز الم الموز. انا عملتهم بارك. سمسكر ده. اه. موز وقرفة وبيكن فاودر. وعسل ابيض. وشوفان مطحون. ايوة. ودي صحية جدا جدا للناس اللي عملة دايل. ايمان. ايمان انت هتجيب لنا منه. اه. وهنعمل المقادير. ولو عجبني هعمل واقول وصفة ايمان عز الدين. باسمي. وننزلها بقى. وننزل ايه. وننبيع في السوق. يلا. نكسب بقى. ايوة. ونحط شوة بقى دونيس كده حلوين. وناخد بقى الأسياخ الحلوة دي. وننزل ما بينك ده. قلفت بتقولك ممكن احط في السياخ دي خضار زي البطاقس والبصر. ممكن. لو حبة انا ما عنديش مشكلة خالص. اه. ويبقى حلو جدا. بس خلي بالك عشان ما يقلبش معك ايه. شيش طوق. لقاء بتقولك ممكن اكلات بالاناناس. ممكن اكلات بالاناناس. ممكن اكلات بالاناناس. يعني فيها بالاناناس حلوة قوي. الوصفة دي لو تحط فيها مكعبات اناناس هتبقى برضو جميلة. وجود الاناناس في الاكل وفي الطبخ. خفة طبعا. كمان رز السيف بالاناناس صحفة. الله. خد دي بقى. خد اللمسة دي. اه. حبايبك من جزائر كتير يا محمود لوتس لوتس. بتقولك من الجزائر بستمتع معاك. وشكرا ليك وتحياتنا لأهل الجزائر والمليون شهيد. انا تحياتي لكل حبايبنا في الجزائر وفي الوطن العرب بالكامل. وكان في حد بيتابعنا من ابرس. انا رأيت رسالة. والاردل وفلسطين. كانت عايزة اكلات صيامي. هقول اسمي. انت دور على الاسم. وحامل اكلات صيامي. عشان حتطلعها من الجوز بتلمع عشان خدنا بقى من الزيت الزيتون بالخلطة باللمون. الله. بالحركات. بص الاسيخ. الاسيخ بتلمع. بص صلاتة البدينجان. موضوع كبير. تسلم ايه دا كاشف محمد الله. ايمان نشوفك بكرة ان شاء الله على خيط. وبكرة ستات ايه. بكرة ايه. بكرة ايه. وفيش بكرة. يبقى اماها بكرة ما يعرفش يجدبها لانها كد بقى اصلا مش هتحسن. شوف كده وكده. ان شاء الله. ان شاء الله. موسيقى موسيقى